هل تعلم كيف يعيش الميت في عالم البرزخ بعد الموت وقبل يوم القيامة؟ حياة البرزخ إن حياة البرزخ من الأمور الغيبية التي لا يعلم طبيعتها إلا الله سبحانه وتعالى فهي سر من أسرار الحياة الآخرة والمرحلة الأولى لها لذلك فإن العقل البشري مهما حاول التفكير في حقيقة تلك المرحلة سيعجز عن الوصول إليها وإن كل ما يدركه الإنسان بعقله حول تلك المرحلة إنما هو مجرد فرضيات يصدق عليها الصدق والبطلان وقد أخفى الله سبحانه وتعالى سر تلك الفترة لحكمة عنده إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه قد أخبر عن بعض الأمور التي تشير إلى ما يحصل للإنسان إذا ما دخل القبر واستقر فيه ليتعظ المؤمن ويزداد إيمانا وينتهي العاصي عن معاصيه ويعود المذنب عما كان يقوم به من الذنوب والآثام فكيف يعيشه الميت حياة البرزخ؟ إن كيفية حياة الميت في البرزخ هي من الأمور الخلافية التي ظهر فيها جدل كبير بين العلماء المسلمين وغيرهم من أصحاب العلوم الأخرى ويرجع أصل الخلاف إلى الجهل الحقيقي بحقيقة تلك المرحلة وقد جاءت بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى ما يحصل للمرء في القبر بعد أن يدخل الحياة البرزخية وفيما يلي بيان بعض الأمور التي تحصل للميت أثناء الحياة البرزخية كما أثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة أولا مرحلة سؤال الملكين بمجرد أن تخرج روح الميت من جسده ويدخل في قبره فإنه يدخل في حياة البرزخ فإذا دفنه أهله وأغلقوا القبر عليه بالتراب ونحوه وانصرفوا عنه فإن أول ما ينتظره في حياة البرزخ أن يأتيه ملكان من الله سبحانه وتعالى فيقعدانه في مكانه الذي دفن فيه ثم يسألانه مجموعة من الأسئلة التي بناء عليها تبنى باقي حياته البرزخية هل سيحياها في نعيم أم في جحيم ومن تلك الأسئلة أن يسأله عن الله سبحانه وتعالى ثم يسأله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين ثم عن دينه أما الذي كان في مرحلة حياته الدنيا يؤمن حقيقة لتلك الأسئلة فإنه سيجيب بلسان ثابت عن كل تلك الأسئلة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الذي كان في إيمانه خلل؟ أو كان يكفر بأحد تلك الأسئلة أو جميعها؟ فإنه سيجد نفسه عاجزا عن الرد على شيء من تلك الأسئلة وقد ثبتت تلك المرحلة من الحياة البرزخية في العديد من النصوص النبوية الصحيحة منها ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسق في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك ثانيا مرحلة العذاب أو النعيم بعد أن تنتهي مرحلة سؤال الملكين للميت بعد دخوله القبر فإن حياته البرزخية تنبني على ما يكون عليه عمله في الدنيا ويترجم إلى ثبات عند سؤال الملكين له أما المؤمن فبعد أن يجيب عن أسئلتهما فإنه يرى مقعده من الجنة وكيف سيكون حاله بعد أن تنتهي حياة البرزخ والنعيم الذي سيصل إليه حتى إنه يتمنى قيام الساعة ليبلغ تلك المنزلة ويتنعم بما رآه وبعدها يتسع له قبره مد بصره ويتنعم فيه أيما نعيم حتى وكأنه روضة من الجنة أما الكافر والمنافق والعاصي فإن هؤلاء وأمثالهم بعد سؤال الملكين لهم يرون مقعدهم من النار وما ينتظرهم من العذاب وأصنافه وأشكاله فيسألون الله أن يطيل حياة البرزخ وأن لا تقوم الساعة وبعد ذلك يعذبون في القبر فيضيق عليهم ويذوقون من أصناف العذاب الأخروي ما أراده الله وقدره لهم حتى وأن قبورهم حفرة من كفر النار ومن أصناف العذاب التي يتعذب من خلالها أهل هذه الفئة أن تعرض عليهم منزلتهم في النار مرتين كل يوم قال تعالى أما عن كيفية عذاب القبر وهل أنه يقع على الروح والجسد أم يقع على الجسد فقط أم على الروح فقط فقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أراء وفيما يلي بيان ذلك يرى الإمام الغزالي وابن هبيرا أن النعيم والعذاب في مرحلة الحياة البرزخية يقع على الروح فقط فلا يشعر جسد الميت ولا يتأثر بذلك العذاب أو النعيم إطلاقا بل إن ذلك لا يتعدى كونه شعور باللذة أو العذاب وقد مثل أصحاب هذا الرأي لقولهم بالنائم يرى حلما مزعجا فيشعر بالعذاب والألم في حين أن جسده لا يتغير عليه شيء أبدا أو يرى حلما مليئا بالملذات فيتنعم ويسعد ويرى الإمام ابن جرير الطبري أن العذاب والنعيم في هذه المرحلة إنما يكون على جسد الميت فقط حيث يرى أن الميت لا ترد إليه الروح فيتأثر جسد الميت بعذاب القبر ونعيمه ويشعر به كما لو كان حيا دون أن ترد روحه إليه لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك موسيقى موسيقى